منشطات يعني مخدرات كمنشطات يعني الإنسان هذوك المخدرات هذيك المادة المخدرة تروح على مستوى بعض المراكز الدماغ باش ما تخليش الإنسان يرقد كان بعض الأشخاص مثلا يبدأ ويقول لك نسيه لأنه عنده خدمة كبيرة ولا عنده أم بخوجي ولا ينضبكري ولازم ينضبكري ولازم يمد مردود كبير ومن بعد يدخل في حالة إدمان يعني ما يديرهاش بالعالم ولازم يعرفوا أنه المنشطات واش هو الإدمان الخطير واش هي الخطورة هم أنهم يؤثروا يؤدوا إلى الإدمان العقلي مش الإدمان الجسدي أولا وفي أضرار جسدية يعني كان بزاف أمراض رضوية لتصيب المدمينين مثل القصور الكلاوي مشاكل في تسمم الكبد وغيره من المشاكل الصحية صح وأيضا مشاكل في المعدة ومشاكل في الدم وآلم في الرأس مفاصل مفاصل وكن نروحوا للجانب البسيشيك والعقلي ينقص من التركيز ينقص من الذاكرة يبدأ الإنسان ينسى يبدأ في حالة توتر يبدأ ما يتملكش نفسه ما يعرفش يفقد له self control ما يقدرش يتحكم في أعصابه والسلوكيات تعود وتتغير واللي ربي بله مثلا ربي يعافينا جميعا إن شاء الله يا رب واش في كل المرضى وكل المدمنين إن شاء الله يتخلصوا من الإدمان واش هي الطرق العلاجية فيه أمل أكيد فيه أمل أكيد وبالزاف شباب ربما يتخوفوا من طريقة العلاج ومدة العلاج كيفاش تكون يجب أن نعرف أنه حاليا كاين على مستوى كل القطر الجزائري كاين c'est ce qu'on appelle des cist معنى des centres intermediaires de prise en charge des malades مراكز لتكفل بالمدمنين بالمدمنين وكاين مراكز اللي تصرفيها الاستشفاء ولكن الاستشفاء الحالات اللي يعني فقدوا الأمل واللي مدة 15 حتى 21 يوم ممكن تتجدد ولكن في حالة la prise en charge والتكفل بهذا الفئة لازم هو يكون لازم تكون عنده الإرادة مش كما واحد يكون عنده الضرابة عقلي مش جاي بخبر لازم الأولياء الأمر تعجيه هم يقوموا به هم يقوموا به إلا ما كانت كان الإرادة رح يعاود يدخل في هذه الدوامة وكيفية تتكفل يعني كما قلت لك كان تكفل عبر البسيكوترابي جلسات مع المختص الاجتماعي بشي يدرس يعني ممكن العائلة من حالة الاجتماعية حالة الاجتماعية تاعه والبسيكولوج الحالة النفسية وكان له بسيكوتر لأنه في حالة كي بدأ يحبس هذه المواد المخدرة تتأثر جانبيا على الجسد تاعه واللي يحس بالكوربات يخبر عنده الأعراض تعلق غيب والأعراض كيف كيف واللي يحس النفس الشيء آلام فيجا على الجسد تاعه إذن لازم نمدوله أدوية هذه كيف خلحة مرحلة الإدماء نعم